أسئلة كتيرة جداً بالدور في أزهان جمهورة الكرة المصرية مش مرتبطة بشكل مباشر بمطش بكرة مطش الجابون على الرغم أن أنا شايفه مباراة مهمة وفرصة جديرة للجهاز ولللعبين لكن مرتبطة بالهدف الأهم وهو تحقيق هدف الوصول لكاس العالم هل ضمان مصر لصدارة مجموعته قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات ترجمة لاستعادة منتخب مصر لتوازنه هل منتخب مصر تحت قيادة كيروش قادر على مواجهة الكبار هل من الممكن أن الرجل الأكثر إصارة للجدل على الرغم من أن الفترة يتولى فيها المسئولية قصيرة إلى حد الماء قادر أن يصحح الأخطاء قادر أن يعيد الشخصية والهوية لمنتخب مصر كل دي أسئلة بتدور في أزهان الجماهير الكرة المصرية وبالتأكيد هترحى على ضيف النهاردة واحد من نجوم الكرة المصرية ومن نجومنا دي الأهلي كابتن أسامة عرابي أهلا بك كابتن أسامة نورنا دايما في السادسة أهلا وسهلا بك يا أهلا سيد أحمد وأهلا بسادة المشاهدين تلات محطات كانوا مهمين في مشوار منتخب مصر في تصفيات كاس العالم أو في المرحلة دي من تصفيات كاس العالم هل بانت من وجهة نزرق قدرات كارلوس كيروش اللي بيقود المنتخب الوطني لا طبعا ما داشت تقول إن إمكانياته بانت في التلات ماتشات دولت لأن التلات ماتشات ليهم ظروفهم يعني يمكن أنا كنت معاك هنا في السادسة قبل كده قبل التصفيات وقلت لك إن المنتخب المصر هيوصل واللي هيقاوح معه ممكن الجابون أو أنجولا ولكن ليبيا كانت مفاجأة في مكسابها الماتشين الأوليين ولكن كنت متأكد إحنا هنعدي الخطوة سواء كيروش كان موجود أو كابتل حسين البدري موجود أنا كنت متأكد إحنا هنعدي أول مجموعة يعني ده السؤال السهل والسؤال الصعب لسه ما جايش آه يعني أنا كنت متأكد إنه مصر بالمستوى الفني للعبين بتكوينة منتخب مصر بخبراتهم بكل حاجة إنه هيعده حتى لو الأداء مش مقنع فميستر كارلوس كيروش جيف وقت بعد كابتل حسين البدري خلي بالك أي مدير فني بيجي في الفترة الأولانية بتمقى فيه دوافع للعيبة إنه عايزة تثبت المدير الفني الوضع اللي أنت كنت فيه في الماتشين بتو عليبيا إنك أنت تخرج لو خسرت ماتش فيهم ممكن تخرج من التصفيات خالص ده ديت برضو دوافع فأنت قدت الماتش الأولاني ما كانش كويس أو بس كسبت الماتش الثاني هو الأفضل اللي هو كسبنا فيه ثلاثة وقدنا بشكل كويس لكن برضو ما تقدرش تقول إنه وصلنا للشكل الأمثل للمنتخب المصري والحكم النهائي لمستر كيروش مستر كيروش طبعا سيفي كبير جدا وكل اللي فات ما نقدرش نتكلم فيه يعني كل اللي فات في تاريخه ما نقدرش نتكلم عليه يا راجل مدرب كبير لكن لسه ما تقدرش تقول إنه هو ده المنتخب اللي انت تتطمن له إنه يوصل بنسبة مية أو بنسبة تسعين في المية للنائيات في ماتش الزا كنت عايز تتكلم عن ماتش الأخير بتاع أنجولا الشوت الأولاني كنوا عشين قوي الأداء كان سائق جدا باستثناء الخمس دهائي الأخيرة أو السبعة ثمان دهائي الأخيرة اللي لعيبة حسد بعد اثنين صفر إن شكلها بقويحش يعني أوحوا لغاية لما أنني جاب جون صلاح عملها له حلو قوي دي دخلتك في الماتش الشوت الثاني الأداء تحسن ما فيش شك في كده الأداء تحسن الشوت الثاني ولكن برضو مش بنفس القدر اللي تقدر تقول إنك إنت أداء مميز لكن كنت أفضل كتير الشوت الأولاني كنت وعش جدا وقدرت تتعادل وكان ممكن حتى جات لك بعض الفرص إنك ممكن تخلص فيها لكن كان في مشاكل كتيرة في الماتش كان فيه مشاكل كتيرة هو عدل في بعض التعديلات لما حصل تغيير حمدي فاتحي هو كان بلعب الأول عبدالله السعيد والنني والسلية في نص الملعب لما شل عبدالله ونزل حمدي صلح الوضع شوية ابتدى يلعب مقام من هو قدام الديفنس والسلية والنني لأن الأجنب كانت مضروبة جدا طبعا أنا قبل ما أتكلم في ماتش أنجولا مع حضرتك وهتكلم معك طبعا عن مسؤولية الجهاز الفني مش بس مستر كارلوس كيروش كمان جهاز المعاون كابتن دية وكابتن شوئي عايزك الأول تقولي على مستوى اللعبين أنت كنت واحد مجيلي اللي شارك في تأهل لكاس عالم طموح اللاعب في أن يلعب في كاس العالم مختلف عن كل البطولات أو عن سواء كان بلعب منتخب أو بلعب قندية وإزاي اللاعب نفسه يبقى عنده الدافع أنه يقدم أفضل ما عنده عشان يلعب في كاس عالم أنت خط التجريب على عشت ده طبيعي فيه فوارق خلي بالك يعني تعالى بقى مش إحنا اللاعب العالميين لما تتكلم مثلا على ميسي تتكلم على كريستيان وتتكلم على محمد صلاح طبعا بس احنا بنتكلم محمد صلاح مصر احنا بنتكلم على حتى الاوروبيين أو بدوع أمريكا شوف وصل لإيه ولكن كل واحد فيهم بها تأمنى انت شفت حزن كريستيان ومبارح بعد الهزيمة من صير بعمل إزاي هو كريستيان ونقص لعب يعني كريستيان ونقص لعب ونقص نجومية ونقص تحقيق إنجازات ولكن كلمة كاس عالم دي أنه ممكن يخرج ما يروحش كاس عالم مؤثر فيه جدا بينا جدا بعد الماتش وعد على الأرض بينا جدا فلعب مهما وصل المستوى بيتمنى لأنه دي الكريزة بتاعة كرة القدم في العالم الكاس العالم أعلى مسابقة في العالم ومليارات من المشاهدين بيشوفوها صحيح في بطولات كتيرة مهمة طبعا زي بطولة أوروبا سواء أمم أو أندية برضو أسيا أفريقيا أمريكا الجنوبية البرتندورس والحاجات ديت أو البطولة أمم لكن في النهاية كاس العالم هو الكريزة بتاعة فكل واحد بيبقى يتمنى فلازم يبقى فيه طموح كبير من اللاعب شخصي دعي خليني أسأل التشكيلة الأساسية يعني النهاردة تقدر تقول في تشكيلة منتخب مصر فيه 15 اسم 18 اسم يعني ممكن يكون هم القوامل الأساسي يزيد عليهم يقل عنهم بس هم دول تقدر تقول اللي هتراهن عليهم في مشوار الوصول للكاس العالم هل شايف أنه عندهم إمكانية أنه يوصلوا بينا للكاس العالم ولا ده مرتبط بعامل تانية منها مثلا على سبيل المثال اسم المنتخب اللي هنقابله في مارس اللي جاي هم عندهم إمكانيات خلي بالك المنتخب المصري ها عندهم كنت بصرف النظر عن اسم المنافذ ولا ده مرتبط بأن احنا نقابل منتخب يسهل لنا المشوار لا الاتنين الاتنين أولا الفريق منتخب مصر لازم تعرف أن مصر ما بتتحط في بطولة فهي من مرشحين يعني أنت بتيجي تتكلم في كاس العالم لما بتيجي تحط البرازيل لما بتيجي تحط ألمانيا فيه فرق رايحة زي هنا في إفريقيا مصر تونس المغرب الجزائر كاميرون نيجيريا فيه سبع تمن وتقريبا فيه ستة منهم وصلوا والثلاثة والأربعة تانين هيوصلوا لهم مهما كان مستوى لعبتهم ومستوى برضهم بيبقوا من المرشحين في الصحيح فيه عوامل بقى أخرى جنب الموضوع ده لكن أساساً أنت بتاريخك بإمكانياتك بتراكم الخبرات اللي عند اللاعبة كل ده موجود أنت فترات سابقة كان المنتخب بتاعك قال كتير بعد الجيل الزهبي اللي هو بتاع أبو تريكة وبركاته وإعماد وعمر الزاكي والمجموعة دي لهم ما أخدوا تلات دورات وحظوهم واعش أنه ما مرحوش كاس عالا أنت هبطت كتير لأنه فيهم كتير يعتزلوا في وقت واحد أو بسرعة وراء بعد في خلال سنتين تلاتة كلهم كانوا تقريبا خلصوا فأنت تهزد كتير قوي أنا شايف أن المنتخب ابتدى يرجع شوية بالعناصر اللي بقت فيها يعني إيه ابتدت المراكز تتملي بعض المراكز لسه لكن فيه أماكن متطمن أنت فيها يعني حرصت المر ما أنت عندكش مشكلة فيها خالص الشناوي وابو جبل وغيرهم حتى لبعديهم خلاص يعني ما عندكش قلق عندك تقلي في المكان ده ما تيجي نخط الأمامي ما تتكلم على صلاح ما تتكلم على شريف ما تتكلم على مصطفى محمد ما تتكلم على حتى مرموش رغم أنه لعب ما تشين بس ليبيا صحيح ومش حكم نهاية عليه لكنه لعب كويس وواعد وعندك ترزيجي وعندك رمضان صبح وترزيجي وزيزو عندك برضو الخط الأمامي مكتمل ما تدارش تقول كان فيه فترات سابقة أنت مش لاقي رأس حرب تلعب به منتخب مصرق على سنتين ثلاثة قاعد يتخبط مش لاقي حد يلعب به نص الملعب إلى حد كبير برضو في عناصر تجمع بين الخبرة والشباب زي حمدي السلية طارق نيني أفشة وغيرهم يعني كتير هي شوية فيه مشكلة شوية فيه حتى الآن في الباكين والسردباك مش مليانين بالدرجة يعني هم كويسين والعيبة هيلين سواء ناحية الجنب اليمين أو الجنب الشمال ولكن لسه ما وصلتش لمرحلة أنك أنت متطمب بنسبة 100% تتكون على أربعة بتوع خط الظهر لا عمتا خط الظهر عمتا لسه وتنظيمة الدفاع حتى بنت أول مطشي اللي فات لو فيه عناصر ما لعبتش هيبقى فيه مشاكل هيبقى فيه مشاكل كبيرة نعم انتم توقع بكرة فيه مشاكل تزعل في مطش الجبور لا ماشي الجبون انت وصلت فنفسية اللعيبة انت مش مضغوط تحت النقطة فالفرق يعني الموضوع كان يختلف قوي وانت بتلعب وانت واصل خلاص فالعيبة بيبقى مرتاح نفسيا فممكن لكن لو انت محطوط تحت ضغط انك انت لو اتغلبت زي دلوقتي بوركينا بس والجزائر ما يجي نتكلم عن الجزائر رغم ان الجزائر واخد أمم أوروبا أمم أفريقيا الأخيرة ومصنف رابع في الترتيب الإفريقي ومن أحسن المنتخبات دلوقتي مهدد حتى الآن جزائر ونيجيريا وتونس مثلا باتكلم انا يعني جبت مثل المنتخب الجزائري واحد من كل ديفورو الكاميرو في فرق كتير قوي هو بلعب بوركينا فاس وهو وصل خلاص وفي فرق انه هو عنده احتمال رغم انه بلعب في الجزائر بس فيه نسبة احتمال ان شاء الله عشرة في المئة انه ممكن يخرج بس انا عايز اقف مع نفس النقطة حاجة تتكلم عليها المراكز والعيبة والخبرة وانه جيل الصغير صلاح اللي كان في يوم الاهم صغير واتجاز اللي كان صغير وانني اللي كان صغير وانني اللي كان صغير احنا بنتكلم على العيبة كبيرة النهاردة واصحاب خبرة ومشوار وتقل يعني الناس حاسها كابتن قسامة انه فرديا منتخب مصر تقيل اول والعناصر اللي فيه محترمة جدا جدا جماعيا مفيش ترجمة للتقل ده مع اي جهاز فني انا مش بكلم بس عن ميسر كيروش ولا على كابتن حسام انا بتكلم على خمس ستة اجهزة تولوا مسؤولية المنتخب مش قادر المنتخب يدوب الاسماء دي والامكانات دي ويرجع الشخصية مرة تانية مظبوط انت كلامك مظبوط بس فيه حاجة انا قلتلك بعد الجيل الكبير اللي هو بتاع الفين وعشرة نهايته ولعبه مثلا سنة بعدها ولا حاجة حصل هبوط حتى مش بس جماعيا ما هو جماعيا بيجي من امكانيات فردية الاول الامكانيات الفردية بتاعت اللعبة اللي كانت موجودة ما كانش تسمح بمنتخب تقيل قوي زي ما انت قلت كان لسه صلاح صغير لسه حجاز صغير لسه النين صغير لسه ترزيجي كانوا ورمضان والمجموعة دي كانوا لسه منتخب لسه بيبتدوا انت دلوقتي ابتدى التكوين يبقى فيه يعني فيه بقت المجموعة الاولانية بقت عندها خبرات كبيرة زي صلاح وحجازي والمجموعة دي مجموعة ترزيجي ورمضان ودولت خدوا خبرات مع المنتخب الالومبي ودخلوا اخيرا المجموعة الاخيرة اللي هي دخلت اللي هي اكرم توفيق وابو الفتوح اللي هو الجيل اه اعمر مربوش فانت عندك فعلا عناصر بس لسه جماعيا حتى الان ما وصلتش زي ما انت بتقول للنقطة اللي انت تقول انا متطمن ان عندي فريق قوي جدا انا عندي فرقة محترمة اه لكن لسه ما وصلتش للتقل الكبير انك انت تبقى قاعد وانت متطمن انك انت كسبان تستفيد ازاي من فرصة زي مباراة الجابون مفهاش ضغوط تقريبا تأهلت خلاص او تصدرت مجموعتك بصرف نظر على تيكة المباراة مباراة على ارضك مع منتخب يعني متوسط المستوى اه اه الحاجات اللي تشتغل يا وتلعب المباراة دي ازاي بس هو يعني المدربين هيبقوا مجموعتين في الموضوع ده في واحد هيقول انا هسبت التشكيل الاساسي وانا مع المدرسة دي اه وهلعب بس بالناس اللي هي عندها اللي هي اللي عندها مشكلة اللي هي مستبعدة زي واحد مصاب زي عبدالله مثلا زي عبدالله اكرم توفيق عنده انذارين احمد فتوح موقفه لسه اصابة يعني نقصد اذا كان حد هيطلع للاصابة او حد موقوف يعني التغيير يبقى في قديق الحدود دي وجهة نظر انا الشخصية وانا مع فيه ناس تانية تقولك الماتش مالوش اهمية يعني كبيرة فانا ممكن العب غار تمانية تسعة او عشرة او غار الحداشر كلهم انا انا مش مع المدرسة دي لسببين من وجهة نظري السببب الاولاني انك انت بتقلل فرصة اللعاب اللي يلعب جديد انه كلهم يبقوا جداد مع بعض ممكن تحصل ربكة صحيح يبقى عندهم حماس وصحيح يبقى عندهم اصرار ان يثبتوا نفسهم قدام كروش انه انا ما استحقى ألبس الفانيلا ولكن لما هيبقى التغيير كبير قوي يعني هتغير في عنصرين ثلاثة ماشي اربعة ماشي يبقى على الاكثر لكن لو بقى تخش في تغير تسعة العيبة مثلا او عشان انا مش مع خلينا اسألك كمان على العلاقة بين ميستر كيروش وبين جهازه المعاون والدور المفترض انه الجهاز المعاون ليه يقوم به عشان يقرب المسافات ويخلينا نتخطى العقبات اللي قدام المنتخب في الفترة اللي جاي خلينا نسمع رأيك في ده بس بعد ما نروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا مع عضفنا ونجمنا في السادسة كابتن قسامة عربي اهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية طيب قبل ما كامل كلامي مع كابتن قسامة عربي خلينا كابتن قسامة احنا كنا في بداية الحلقة طلبنا للناس تتوقعنا تكتل مباراة بكرا ان شاء الله مصر جابون ويقولوا لنا كده سكور كايم ومين ممكن يكون هيسجل اهداف تعالى نستعرض جزء من اجابات الناس الناس متفقلة الى حد كبير حسب ما بلغوني يعني نبتدي مع احمد سعيد ان شاء الله مصر تفوس خمسة صفر محمد شريف صلاح احمد فتحي واحجازي وان شاء الله هم دول هجيبوا لجوال وبرنامج السادسة اكيد هيفتك التعقائي لان ده بيتنا كلنا بيت النادي الاهلي طبعا اهلا وسهلا بيكم طبعا يسعدنا دايما متابعتكم لنا محمود نجم بيقول 3 صفر لمصر مصطفى فتحي ريان والسلية حسام توركي اتنين واحد لمصر مصطفى السيد باسيوني 3 صفر ان شاء الله شريف صلاح السلية ان شاء الله 3 واحد لمصر ده سامح موافية محمد مش واخد بالي من الاسم قوي بس محمد بيقول 3 صفر لمصر شريف وصلاح ومصطفى محمد محمد رفعب بيقول 4 صفر شريف وافشة وصلاح ده لو افشة لعب بكرة اماني زدان بتقول 3 صفر لمصر صلاح وافشة وشريف من وجهة نظرك افشة مرشح ياخد فرصة في ماتش بكرة لا اصلا ما اقدرش اقولها مش المدير الفني المعسكر الاولاني ما ضمهوش رغم انه كلها بتنادي انه يضم المعسكر التاني ما ضمه ما شاركش خالص في ماتش انجولا فانا ما اقدرش اخش جوة دماغي المدير الفني دلوقتي عبدالله السعيد مستبعد او يعني راح مش للاصابة هو ضم كناريا على خلفية استبعاد عبدالله السعيد ماشي بس هو كناريا ما احترمنا لسه ملعبش ماتشات دولية خالص لسه عنصر جديد يعني اختياراته بالنسبة لك مقنعة لها منطق او لها فلسفة من وجهة نظر اكيد لها فلسفة ممكن مدرب بحجم كيروش بس انا ممكن اختلف معه يعني يعني اولا هو معه جهاز قوي كابتن ضيا السعيد عنده خبرات كبيرة جدا واشتغل مع برادلي واشتغل في اندية كتيرة واشتغل في نادي الاهلي محمد شوق طبعا خبرة كبيرة ولعيب دول كبير وعنده اشتغل كتير عصام الحضري نفس الشيء خبرات غير عادية فجهاز قوي جدا انت كنت سألتني سؤال بس قبل ما اعجع على اختيارات كيروش ايه دور الجهاز المعاون الجهاز المعاون هو الناس لازم تفرق عشان انا برضا بتقابلني في الشارع وبتسألني نفس السؤال مش من دور الجهاز الفني انه يكبر المعاون انه يكبر المدير الفني انه ياخد فلان مين قال انه يكبر كابتن موسام انا انا جاي معاك لان انا اشتغلت مدير فني الوحدي واشتغلت رقم اثنين واشتغلت في بدايتي رقم ثلاثة فانا عارف ادوار كل واحد لازم يكون قلبك على المكان ده طبيعي وانا متأكد انه قلبك على المكان لازم تقول رأيك بكل قوة انا متأكد انه اكيد بقوله رأيهم بكل قوة لكن ما عنديش اجبار انه ان انا افرد بالعافية رأي على المدير الفني وإلا المدير الفني جاي ليه يعني انا دلوقتي مثلا قلت المستر كيروش او انا فلان الفلان ده لازم ينضم ولازم يلعب خلاص قلت له مرة واثنين وثلاثة وهو مصمم ان لا فلان ده ما يجيش او مش هيلعب انا مش هروح اتخلي معاه واطلع اقول في السوشيال ميديا واعمل واعمل مشكلة جوه الجهاز لان انا انا مش رأي او مش انا لا هتحاسب رقم واحد المدير الفني فكل مكة كل لأدوار يبقى لازم كل واحد بيشتغل فاهم القصة دي ولازم الجمائل يبقى فهم القصة دي ولازم الاعلام يبقى فهم القصة دي لان انا بتواجه بالموضوع ده ان يقولك لا دور الجهاز ببقى موجود وقوة بس ما قدرش هكبر مش جبر بص بص تملي المدربين الاجانب انا مقولك عن تجارب كتيرة اول ما بيجي سواء هو جاي حاطت في دماؤه كده منتخب ولا نادي نادي او منتخب لا اقولك بس سواء نادي او منتخب انا بكلم على المدرب الفني الاوروبي المدير الفني الاوروبي هو جاي متوقف فاكر ان هو جاي من اوروبا ده يعني الناس المصريين دول مش عارفين حاجة هو فاهم كده او في ناس بتفهمه كده او في ناس بتفهمه كده للأسف في ناس يعني ما تعملش او برأي المساعدين بتوعك هو بيبقى عنده جاي ناس مين يا كابتن قسامة ناس مين يعني ناس مسؤولين عن الكرة في مصر لا انا مش بكلم على الموقف ده تحديدا انا بقولك على اي مدير فني انا مش بكلم على هو مين اللي بتكلم مع اي مدير فني جاي مين اللي هكلم في بيبقى ليه ناس عيون هنا ناس بتاع ناس من حد. الصحناب واجهناго الحاجات دي ما إحنا غليم وساعدين. فأنا بقولك المدير الفني الأوروبي متخيل أنه هو. الناس دي لأ الناس دي عندها خبرات كبيرة. والناس دي لعبت على مستويات كبيرة. والناس دي لعبت مع مداربين كبار. والناس دي لعبت مع مدالس أوروبية كتير. والناس دي اشتغلت في المنتخبات. وشتغلت عندها خبرات وعندها رأي وعندها. وممكن يكون أحياناً أقوى من رأي المدير الفني يعني أحياناً فهو الفكرة أنه بيجاي بيبقى متشبس قوي بوجهة نظره لكن هو لما هيسمع أنا بقولك عن تجارب هيبتدي يسمع وهيجي يقول الموقف ده فلان ده قال لي وطلع كلامه صح بعدين يسمع ويحس كده وحدة في وحدة في وحدة هتلاقيه خد ثقة في الجهاز قوي وبقى يعني انسجم معاهم وما عندوش قضية لأن أنا بقولك عشناها وشفتها فده طبيعي أنه هو جاي متخيل أنه هو بعيد خالص عن دي مش حقيقة فدي نقطة أنا عن نفس عابلتها فجهاز المعاون جهاز قوي وأكيد بيقول رأيه وأكيد ولكن مش من واجبهم أنه بالعافية يفرد رأيه على عشان دي دخلة في مفاهيم مش بس بكلم عن المنتخب بكلم عن حتى الأندير حتى الأندير لو واحد يشتغل مساعد تمام أنا هكلمك دلوقتي كجمهور يعني مع كامل التأدير والإحترام أنت شايف إزاي اختيارات الراجل يعني 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 وإيه دور الجهاز الفني فإنه لأنه راجل مش شايف يعني مهما تابع شايف كم مطش في الدولة وهو لعب كم مطش مع المنتخب وهو راجل مش شايف في الحتة دي بتهالي جزء أصيل ومسؤولية كبيرة للجهاز المعاون ماشي وانا قلت لك الجهاز المعاون أكيد أنا بقول لك عن قناعة أكلم معي أكيد بيقوله على حاجات أكيد بيأخذ ببعضها وأكيد بيمتنع عن بعضها من وجهة نظر فهتعمله إيه يعني خلاص يبقى أنت مش هترضى بدورك أو هتعمل مشاكل داخل الجهاز يبقى أنت لأنك أنت مش المحاسب الأول شكرا جزيلا يعني يتقال لك شكرا جزيلا طبيعي طبيعي أنا دلوقتي لو أنا مسؤول أنا لو أنا رئيس نادي أو رئيس أو رئيس تحاد الكورة أو كذا أو كذا وجل المدير الفني قال لي ده والله المساعد بتاعي عامل لي مشاكل على طول وبالعافية عايز يفرد رأيه فيه فرق من ما أنا أصمم على رأيي وبقوله وفيه فرق من أنا عايز أجبر المدير الفني بالعافية دي فرق كبير أو عشان الناس تبقى فهمة الموضوع يعني دي نقطة مهمة جدا فالاختيارات احنا نجي تكلم على الاختيارات الاختيارات أنا قلت لك منتخب مصر لو جي كيروش لو جي أي مدرب مصري في الماسك لو جي ناقد لو جي مديرفني أجنابي تاني في حوالي 17-18 اسم هتلاقي الناس كلها غالبا متفق عليه أو 20 اسم هتلاقي الناس متفق عليه هتلاقي بقى لو هو بياخد مثلا 27-28 هتلاقي 7 لعيبة 5 لعيبة هتلاقي بقى ابتدت الأراء يروح وييجي يعني أنت هتيجي تقول مثلا للناس شيناوش هيروح أبو جبل مش هيروح محمد صلاح مش هيروح مستفى محمد وشريف مش هيروح لأ يعني في عناصر سلية ومثلا وأكرم توفي يعني في عناصر الناس كلها مش هيبقى عندها مشاكل هي الفكرة إنك أنت وأنا تملي بقول للموضوع ده لو في مدير فني مسك منتخب ومدير فني آخر جم وغير مثلا بياخد 25 لعيبة وجي غير في أكتر من 8 مثلا أكيد واحد فيهم مش عارف حاجة أكيد واحد فيهم مش عارف حاجة مش ممكن مش ممكن أنا يعني من الحسل أي واحد يعني جاي من حس خبراته أو من حس بداء إنه هيبقى مختلف معك في 10 أو 15 اللي عيد مش ممكن ففي قوام للمنتخب موجود وحتى هو على فكرة لما جي غير الفترة الأخيرة هو في ناس أساسية ومهمة زي طريق حامد زي زيزو زي رمضان صبحي زي ما كانت المرة الأولية أبشا وشريف ومصطفى فتحي والناس تكلمت عليها ماشي لكن هو في القوام الأساسي اللي لعب به مطشين ليبيا هم هم اللي خده يعني أكرم وأبو الفتوح والوينش والشناوي وأبو جبل اللي لعبه يعني وعمر السلية والنني وعبدالله السعيد وصلاح ومصطفى محمد وبس هو اللي تصب كان مرموش يعني وكان جديد بالنسبة لنا هتلاقي برضو فيه 15-16 اللي لعب معه مغير هم شواء ممكن نكون نختلفين معنا في الأسامي ديت فهو حتى الآن اختياراته أحيانا ممكن عشان هو لسه جديد أولا عايز يدخل عناصر جديدة يعني مش مسموعة زي ما عمل دلوقتي مع مرموش أو ما عمل دلوقتي يعمل مع كناريا أو عمل مع آخرين كان عايز يستدعيهم هو عايز يسين بنك الأهلي برضو يسين بنك الأهلي هو ابتدى يشوف ماشي ده من حقه وطبيعي أن أي مدير فن هيجيح حاول يدخل بعد العناصر الجديدة سواء هو رؤيته الفنان هم كويسين أو هو عايز يعمل جيل يعني يدخل عناصر تدعم الجيل ده طبيعي ولكن أنا بس استغربت أنه في معسكرين المعسكر أولا نغير منه 8 لعبين عن المعسكر التاني أو 9 كانت كتيرة وبعدين علامة استفاهم برضو واحد زي رمضان صبحي لعب ماتش ليبيا التاني وجاب جون جيل في الماتش التاني مرموش مش موجود وما خدش رمضان صبحي برضو دي هل حاجة حاجة حصلت في المعسكر والناس مش عارفها ولا هي حاجة فنية نفس الشيء طاري وزيزو في أسماء تستحق تكون موجودة مع منتخب مصر الفترة اللي جاية لم يتم استدعاقها للانضمام للمتخب كابتن أسامة أنا بالنسبة لي أول ثلاثة لهم استبعيدوا دولار اللي هو رمضان صبحي وزيزو وطار دول أول ناس في أسماء شايف أنها تستحق تاخد فرصة من دلوقتي إذا كنا هنوصل كاس عالم أنها تبقى موجودة في صف المنتخب بص تغيرت لما توصل كاس عالم في حاجاتها تتغير لكن أنت بتتكلم في المرحلة دي لكن أنت بتتكلم على المطش النهائي لسه في شهر ثلاثة ولسه البطولة نفسها ففي أمور بتتغير لكن برضو هتلاقي تغيرت في ثلاثة لعيبة في أربع لعيبة لكن مش هتتتغير في آه أو لأ منتخب مصر قادر على التأهل لكاس العالم أين كان اسم فريل المنافس لا بص ما معلش دي درجات لا مش آه أو لأ بص ما فيش شك ما فيهش رمادي دي يا كفر لا لا مش ما فيهش رمادي دي مش رمادي يا بياد يا سود لا مش يا بياد يا سود لا لا سلتة مش قليل خلي بالك أنا أتكلم كده ليه ما فيش شك أنه لما تيجي تقول أعايز أبعد عن المستوى الأول الجزائر السنغال تونس المغرب نيجيريا يبقى غير قادر يا كفر لا مش غير قادر خلي بالك أنت لو رح تسألت المنتخب الجزائري نفسه أو السنغالي وقلت له أنت تلاعب مصر ولا تلاعب مثلاً بنين مثلاً على غانا ولا هقولك لا مش عايز ألاعب مصر يعني هم نفسهم اللي هم رقم ما تفتكرش أن مصر قليلة في فرق بين متأكد بالأكس لا أبتكلم على المنتخب مش بكلم على مصر كمصر أنا هيفسي جوبني بقى لا أنا مش بكلم على مصر كمصر أبتكلم على فرقة الكورة مصر كبيرة في الكورة في إفريقيا خلي بالك مهما كان مستوها المنتخبات بتقلق منها الناس دي الناس مش فاهمة كده يعني المنتخب جزائي هي الناس فاهمة ده إحنا اللي مش فاهمين ده يعني تحطيت إيدك على المشكلة يعني كل الناس بتعمل اعتبار كبير جداً منتخب مصري وإحنا مش مقدرين بس أبحب لأ أنا عايز أقول يا أحمد إن في فرق بين حالتك دلوقتي وإن حتى بحالتك دي المنتخبات الكبيرة زي ما أنت ما تتمناش تقبلها هما ما يتمناش تقبلون أنا مش مدافع أنا أقولك إحنا مستوانة مرضي أنا أقولك مستوانة مش مرضي بس إنت أقوى هتتخيل إن المنتخب التونس هيقولك مثلاً في القرعة عايز ألعب منتخب مصري أو الجزائري عايز ألعب بس طيب فطبعاً إنك إنت تتمنى أنك تبعد عن الخمسة الأوائل طبعاً ده تتمنها يعني ده طبيعي ده يخوفني أكتر لا أقولك ليه لأنك إنت لما هتخش في مستوى قوي قوي زي الجزائر وكمان فيه بزياد شمال إفريقيا بيبقى فيه حتة العصبية غير الكورة كمان الفرص هتدي لكن لما تيجي تلعب منتخبات أقل الفرص تحتك هتقل ده طبيعي عشان وقتي مهم جداً أسمع رسائل كابتن قسامة عربي نبتدي مع بعض بأول صورة رسالتك لكابتن ضياء السيد كابتن ضياء مضرب كبير وتمنى له التوفيق وأكيد أنا متأكد أنه هو بيقول رأيه بكل قوة مع مستر كيروش وخليه ماشي زي ما هو وربنا يوفقه إن شاء الله نروح للصورة اللي بعدها كابتن سيد عبد الحفيظ طبعاً أولاً زابلته لاعب وعاشت معاه وأنا مدرب وهو مدير الكورة من الشخصات الجميلة جداً وراجل مالي مركزه بقاله فترة وبالتوفيق إن شاء الله رسالتك ليه لو تحب توجيه له رسالة لا أقوله امشي بنفس الخطوات وخليه مركز في شغله المهم النتائج هي اللي بتتكلم أكرم توفيق من أكتر اللعبة اللي أضافت للنادي الأهلي والكورة المصرية واعد جداً شخصية قوية جداً أنا من جواب أتمنى إنه لعبة كتير تبقى بنفس الشخصية دي ونفس الروح دي ونفس القوة دي ونفس الأداء ده رغم إنه هو عايز يكتسب حاجات وأنا أعتقد دي هيكتسبها بالوقت لعب في نص ملعب كان هايل لما لعب بكرايت ملا ما كانوا في النادي الأهلي والمنتخب لكن أكيد الخبرات هتزودوا كمان حاجات أكتر وبس هو بس فيه لحظات ومعناها ميزة بس أحياناً تبقى عايب هو قوي جداً في الانقدادات وواحد الدواح والتحامات بس أحياناً للاندفاع الزيادة بيكلفوا شوي تهي دي بس اللي نتعلم بعد أكرم عندنا استر ياسين منصور طبعاً يعني رجل من أجمل شخصيات اللي قبلتها في النادي الأهلي سواء كان عوض مجلس إدارة أو على المستوى الشخصي يعني رجل محترم جداً يعني مكانته كمان يعني هو رئيس شركة النادي الأهلي كورت القدم طبعاً أكيد هيتطور فيها لين واحد من أكبر رجال يعني واحد من أكبر رجال الاقتصاد في مص وعقلية كبيرة ورجل محترم يعني رسالتك لي أول ما تبتدي الشركة وأعتقد جماهير النادي الأهلي كلها مستنية شركة النادي الأهلي كورت القدم رسالة أكيد هنقول تدعمات قوية والنادي الأهلي يعني يحافظ على مكانه ويزيد كمان يتطور أكتر يعني إن شاء الله حسام حسن حسام حسن العيب كويس ومهاجم مهم بقول له لازم تدوس على نفسك أكتر لأن تشيرتي النادي الأهلي مش سهل يعني فلازم يعني يستغل كل فرصة تجيله مش فرصة يعني أصدف تفرص التسجيل فرصة لعب سواء وقت قليل أو وقت كبير أو ماتش ودي وأتمنى له التوفيق مع فرقة النادي آخر صورة معنا كابتل محمد عادل محمد عادل أنا من وجهة نظر الشخصية إنه قدر الماتش بشكل كويس وكان مجيد باستثناء هو يعني التصريح اللي قاله ما عجبنيش على المستوى الشخصي لأنه يمكن هو كان عايز يفسرها بطريقة معينة لكن ما فيش حاجة اسمها إن أنا أحتوي الفريق المنافس عشان النتيجة ما تزدش هو ما قالهش بالنتيجة ما تزدش بس هي اتفهمت عند الناس كده لكن شرفتوا نوارتك كابتل موساما شكرا جزيح أنا وجودك معنا في السادسة النهاردة أنا موساما وأشكر حضراتكم على المتابعة وعلى خير إن شاء الله نتقابل في نفس المعد على ششة النادي الأهلي تحياتي لحضراتكم